لكن انا قلت للأولاد انتوا قدامي مثلاً عدد من الطلبة والطالبات كام واحد فيكم شاف وتابع افتتاح موسم الحصاد من الدلسة الجديدة ومشروع مستقبل مصر الواعد العظيم اللي احنا فرحانين بيه كله وكانت الاجابة الصادمة ولا واحد ولا واحد ولا واحد شاف موسم الحصاد ولا واحد شاف ولا واحد عارف ان فيه حاجة اسمها الدلسة الجديدة ولا حد عارف ان فيه مشروع اسمه مستقبل مصر ولا حد عارف ان احنا زرعنا 800 الف فدان في 6 سنين ولا حد عارف ان احنا زودنا مساحة المعمور من 6-7% الى 15% في 10 سنين ولا حد عارف معظم المشروعات العملاقة اللي العالم كله ما شافاش ما حدش يعرف وما حدش شاف وما حدش اهتم ليه انا ما برمشتهم على حد ولا بعات بحد قلت للولاد العب مش عليكم وبرضو مش علينا لانه هناك من يحاول ان يحجب انجازاتنا وهناك من يحاول ان يحجب كل النقاط المضيئة والايجابية في مصر وخلق حالة من الاحباط وحالة من اليأس بيستخدم في ذلك منصات التواصل الاجتماعي الوصول بالفيديوهات بتاعتنا الى الناس مش تقصير مننا ابدا انا كنت زمان حوالي سنتين يمكن ولا سنة قبل حرب غزة بعمل اللايف بتاعي ولا بعمل فيديو بتاعي بلاقي فيه ملايين المشاهدات النهاردة تعمل حاجة اسم بيوقف الانتشار لاغراض سياسي طب خلاص بلاش سياسي انا بتكلم على حقلة وغط ومزرعة قمح افتتحناها وفرحنا بيها جدا جدا واهلين يفرحوا بيها جدا جدا لكن السؤال ولادنا ما بيشوفوش التليفزيون ولادنا ما بيشوفوش ما بيروحوش يزوروا هذه المشروعات ولادنا بينتظر هو بيفر على التيك توك وبيشوف الفيسبوك وبيشوف تويتر اللي بيقابلوا وبيشوفوا السؤال هو ليه ما قابلش الفيديو اللي اتكلمنا فيه على الامح هو ليه ما قابلش الفيديو اللي شفت فيه البنجر هو ليه ما قابلش الفيديو اللي شفت فيه السكر ليه ما شفش الفيديو اللي فيه الصوامة ليه هو مين حجب هذه الفيديوهات ومين منع وصول هذه الفيديوهات الى ولادنا في الجامعات وفي العمال في المصانع وإيروح ليه الحاجات دي ما بتوصلش خليني رغم ما يثار على نظرية المؤامرة هل مؤمن بيها ولا لا بقولك نحن نواجه مؤامرة حقيقية انا بقوله بشكل واضح مصر بتواجه مؤامرة معرفية مؤامرة توعوية هو عايز يصب في ازهان ولادنا والمجتمع كل ما هو محبط كل ما هو مثير لليأس كل ما هو يخفض الروح المعنوية اي حاجة ترفع روح الناس المعنوية حاول تكنسلها حاول تغطى عليها انا عايز اقول لكم بمنتهى الوضوح والشعور بالمسئولية الوطنية والشعور بالمسئولية الانسانية تجاه ولادنا واصدقائنا واخوتنا اللي مش عارفين اللي ما عندهمش الوعي الصحيح وما عندهمش الفهم الصحيح وما عندهمش الرؤية الواضحة بقول لهم انه فيه مؤامرة حقيقية لخنق الامل ومش بقول كلام انشاء ومش بقول لهم اشتركوا في القناة ومش بقول لهم اشتركوا في القناة